السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا رب تكونوا في خير وانتو بتشوفوا فيزيو النهاردة. صباح الخير عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريكة له. لا اله الا هو اله النشور. كل سنة انتو طيبين. نكملين مع بعض طبعا استعدادات لرمضان علشان احنا هنرفع شعار السنة دي رمضان بدون ارهاق. ولكن هنعمل بقى بصوا نكسر الروتين والملل وهنعمل تغيير شامل كامل في ريسيفشن. يلا بينا نسوف الفيديو النهاردة مع بعض هنعمل فيه ايه? وحنجهز ايه من تفريزات رمضان? وكمان هنجهز ايه من استعدادات البيت لرمضان? يلا بينا نسوف الفيديو مع بعض. اتمنى النهاردة ان الفيديو يعجبكم ويشجعكم. كمان اتمنى انتي تدوسي لايك الفيديو ده وعجبك. وكمان تشتركي في القناة. وتفعلي علامة الجرس على الكل. لو حبيتي وصلك مني اشعارات الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نبدأ. وبالتأكيد محتاجة رأيكم تحت في التعليقات واراقكم مقترحاتكم اللي انتو هتسمعوه جوه الفيديو. صباح الخير عليكم. يا رب تكونوا بخير. يا رب يكون الفيديو النهاردة مفيد وممتع. وكمان في مفاجأة كده. عايزكم بقى تكتبوه دي رأيكم تحت في التعليقات. بصوا انا اول مصحيت انا بعمل دي دلوقتي بعمل كيك. ده كده في بداية اليوم خالص. آآ حبيت ان انا اعمل كيك. وطبعا القناة مليانة طرق بالكيك اللي احنا عملناه قبل كده. فانا جهزت المكونات كلها في الخلاط. وبعدين آآ اللي بتاعه على الزيق كده في بولة برة. وحط عليها بيكنج بودر. وده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن طبعا تحفى اللهم بارك. هشة جدا جدا. كوباية الشاي بلبن بقى. ونجهز الفطار بتاعنا. ومن الحاجات الحلوة قوي لو انت عندك اطفال بصراحة الكيك بيحب اعمله دايما. بس بقى لي فترة ما عملتش كيك. فاولازي قالوا يا ماما احنا عايزين كيك النهاردة. فاول ما صحيت منهم عملت الكيك. اشتركوا في القناة صباح الخير. المقطع ده انا مصورا يوم الجمعة خمسة وعشرين اتنين. صورت لكم المقطع ده عشان اقول لكم انا نويت اعمل ايه? انا الحمد لله نويت وقررت ان انا اغير في كله. يعني اعمل ايه? هتخلص وتخلى عن اللون الموف تماما. اه حوائط وستاير وانتريه ودهانات وكل الكلام اللي انتو شايفينه ده. معاية طبعا الحاجة الوحيدة اللي مش هعرف اغيرها هي السراميك طبعا. اكيد مش هخلى السراميك يعني. بس نويت اتخلص من كل اللي انتو شايفينه ده. استاير الدهنات بتاعت الحيطة. اه وكمان ورق الحائط دوت. بصوا تعالى بقى واريكم انا اه كنت بشيل حاجة عشان انا قررت اعمل ايه? بصوا بداية عن كده. ايه انا كان عندي هنا انتريه موف. اللي ما شافش بقى الانتريه قبل كده او اول مرة يسمع الفيديو ده. حاسب لكم فيديو موجود في سندوق الوصف. اه لو حابت شوفي بقى لديكور القديم كان شاكله ايه? اه كان فيه انتريه جوه في المكان الفاضي ده لونه موف. اه وانا خلاص. يعني اتخلصت منه خالص. اه اللي اخده اخده وهو الانتريه بالسطارة بالسجدة. اللي كانوا موجودين جوه القوضة دي. اللي هي الجزء الفاضي دلوقتي واللي قدامكم ده. بس بقى عندي بقى السطارة اللي برة دي برضو مفروض ان انا حنزدلها دلوقتي لانا كده يوم الجمعة بجهز لان الناس اللي هتشتغل في الشقة هيجو يوم السبت. فانا كده كنت بوريكم وصور لكم انا هعمل ايه? وكمان اقول لكم الحاجات اللي انا هغيرها ان شاء الله واوريكم وانا بفضي او بشير الحاجة دي. وشكل الريسيبشن بقى عامل ازاي? الحاجة الوحيدة اللي انا هبقيها او هحتفظ بيها اه هي الركنة دي. طبعا انا مش هغيرها خالص. الركنة دي يعني ممتازة جدا وما شاء الله. اه كان سعرها ما كونش رياه كانت غالية خالص. فهي الخشب بتاعها ايطالي. والتقفيل بتاعها ممتاز جدا. والقماش بتاعها برضو ما شاء الله. فانا مش هتخلص منها خالص هي حاجة تمانع فيها جدا يعني. فدي انا محتفظة بيها زي ما هي. ودي اللي هعمل عليها الجديد. فالديكور الجديد هيكون برضو يعني مش هعايز احرق لكم بقى المفاجأة. آآ بس آآ يعني هيكون برضو داخل فيه اللون بتاع الركنة ده. علشان ازبط الدنيا شوية. بصوا انا باوريكم هنا ان انا هشيل ورع الحائد ده خالص. وكمان عندي مفاتيح الكهرباء. برضو هغيرها كلها. النجف كمان هغيره. عندي هنا ارش بصوا. الارج ده هسيبه زي ما هو كده هو لطيف ولذيذ وبسيط يعني في وش حاجة. بس هشيل الجزء اللي موجود في الجنب الابيض اللي فيه سلفر ده. هشيل الجزء ده والجزء اللي في وشه الناحية التانية. دول هتخلص منهم خالص انا ما كنت عايز اشيلهم بقالي فترة كبيرة يعني. فبالمرة بقى واحنا بنزبط الدنيا. هنشيل الجزء الابيض في سلفر اللي موجود في الجناب. ونسيب بس الارج اللي اللي هو الجزء اللي فوق ده بس. هغير كمان مفاتيح الكهرباء. وكمان هغير طبعا دهانات بتاعت الحيطة. على ان شاء الله اللون اللي احنا عامله جديد. انا هنا بوريكم مفاتيح الكهرباء كلها. دي هغيرها. هجيبها ان شاء الله فينوس يعني. وعندي كمان اسبطات في السقف كلها. هم اساسا عشرين واحد موجودين في في الريسبشن كله. اه في منهم اساسا اتنشر واحد اساسا بايزين يعني. والباقي بس هو اللي شغال. فهو كده كده كانهم برضو مش حلو. ومصديين شوية. فانا هتخلص منهم كلهم. واجيب بقى اسبطات جديدة من فينوس. انا بوريكم هنا ان انا شلت الصفر خالص طلعتها في حتة تانية علشان اوسع المكان عشان الديهانات وكده. وبعدين هنشيل طبعا التابلو ده. وكمان البوفي والنيش دول هجيبهم في نص الصالة واغطيهم بملايات. الركنة كمان طبعا مش هينفع وديها في اي حتة تانية غير الريسبشن في مكانها. فحزقها برضو في النص واغطيها بملايات. انا هنا بوريكم ان انا نزلت البلتكانة اللي كانت موجودة للسطارة خلاص نزلتها. عايز اوريكم كمان الشباك باللون ده مش هينفع مع الستايل الجديد خالص. فان شاء الله انا هخلي الاموتال يدهنوا لونه بلاش اقول لكم عن لون بقى عشان تشوفوا الفيديو ان شاء الله. هدهنوا بلون يليق على الستايل الجديد يعني باذن الله او الديكور الجديد. بصوا انا هنا جبت الركنة. طبعا انا مضطرة ان انا حطها في المكان ده بس ان انا غطيها كويس فغطيتها بملايات كويس جدا. يوم استابت اللي هو ستة وعشرين اتنين بقى. شالوا ورق الحائط من على الحيطة كله. وبدأوا يدهنوا اللي هو الجبس اللي موجود في السقف دوت باللون طبعا الابيض. افضل حاجة للجبس يبقى باللون الابيض بصراحة. ده اللي انا اكتشافته بقى يعني بعد فترات طويلة قوي عرفت ان يعني افضل الالوان. مهما انت عملت لون دهنات للحوائط ان الجبس يبقى ابيض. ده دي دلوقتي كل الشؤة اللي بتتعامل الجديد او الدهنات الجديدة بتكون الجبس بقى لونها ابيض. مفيش بقى الوان زي زمان ما كنا بنعمل يعني. بس انا هنا بوريكم ان الجزء بتاع البصو الارج اللي واردتكم على الجزء اللي كان في الجنب خلاص هو اهده وشاله خلص من مكانه. وشاله وراء الحائط كله برضو. يوم الحد سبعة عشرين اتنين اللي هو النهاردة اللي هو اليوم اللي انا بسجل لكم في الفيديو. بصوا بقى الشكل طبعا. بدأوا بقى ان هما يدهنوا الحوائط شوية. بصوا التراب اللي عالرخام قد ايه? التراب ده بالمنظر ده كده في كل حتة. عالغسالة وعالتلاجة وعالبوتاجاز وفي كل مكان. بس فانا عاريكم دلوقتي منظر الصور فعايزاكم تشوفوا بعد ما نشوفوا الصور تدعوني طبعا. لان انا اصلا مش قادرة اقعد في البيت بالمنظر ده بصراحة. الوضع صعب قوي. خلينا بقى نعمل النهاردة في الغداء. اكلة طحفة جدا. ممتازة. نتيجة نكحة. والطريقة مضمونة. والعجينة ممتازة جدا. شايفين طريقة ازاي? يلا بينا نعمل عيش بلحمة. بصوا بطريقة تجنن. هنعمل عيش بلحمة بالطريقة العادية. وكمان هنعمل عيش بلحمة بوشة بيتزا. يلا بينا نصوف مع بعض الطريقة ونصوف العجينة الممتازة دي هنعملها ازاي? بالتراوة والجمال ده. يلا بينا نصوف المقاذير. انا عندي كيس من الخميرة الفورية. هضيف عليه معلقتين كبار من السكر الابيض. هضيف عليهم كمان طبعا معلقتين كبار من الدقيق. وحضيف حوالي نصف كباية من المية الدفية زيادة شوية. واخلطهم كويس مع بعض بالمضرب لحد ما يختلطوا تماما. وده كده خليط التخمير. بصوا انا عايزاكوا اتاخدوا المقاذير العجينة دي او هكتبلكم سندول وصف المقاذية دي مضمونة مية في المية. بصوا الخليط التخمير بقى اعمل ازاي? انا غطيته وسبته يدوب عشر دقايق بس لقيته بقى بالشكل ده. هنزله في البولة اللي انا هاجن فيها وحبتدي اضيف عليهم معلقة جبيرة من البايكنج بودر. وعندي كمان معلقة صغيرة من الملح. وحضيف اربع معلق كبار من الزبادي. الزبادي ده انا اخدته دفيته على النار الاول وبعدين اضفته على الخليط ده. هاخلط الكلام ده كله مع بعض وحنزل عليهم باربع كبايات من الدقيق. ساعة الكباية الواحدة تلتمية ملي. هنزل كده اربع كبايات وبعدين اتدي اعجل. جامبي الدقيق وجامبي مية دافية علشان لو احتاجت حاسات العجينة بتلزق زي ما هتشوفو دلوقتي. هضيف شوية من الدقيق. او حاسها اه عايزة محتاجة مية وجامدة شوية معاية مش بتتعجم بسهولة هضيف لها شوية مية. بصوا انا هنا خلاص بدأت ان لم الخليط دوت مع شوية مية صغيرين قوي مع الدقيق. وبعدين لقيت العجينة طبعا لسه محتاجة مية فزودت لها شوية مية وبدأت كمان اكمل عجل. كده خلاص انا لميت العجينة. بس لسه طبعا ما تعجنتش. ولسه بتلزق في الايد. هبتدي اضيف نص كباية من الزيت. بس بالتدريج يعني مش كلها مرة واحدة. شوية شوية كده لحد ما لقي العجينة كلها سابت من ايدي. وبقتش بتلزق في الايد خالص ولمت معي كويس. هاخدها بقى على رخامة او على اي سطحة عندك وتعجنيها لمدة من خمس لسبعة دقايق. عجنة متواصل. وتهبيديها كده هابدتين تلاتة. المهم خلي عجينة طرية وملمسها ناعم جدا في ايديك. هغطيها عشان تخمر. ونحطها في مكان دافي طبعا. ويلا بينا نجهز الحشوة او اللحمة المفرومة نحطها جوه العيش بتاعنا. انا عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة بس انا عاملة كمية ازيد من المقدار العجين. علشان هشيل منها متبلة في الفريزر شوية. حطيت هنا على كيلو اللحمة المفرومة. حطيت بصلتين كبار مبشورين. طب انت لو هتعملين مص كيلو يبقى واحدة كبيرة مبشورة بس. كمان عندي فلفلتين رومي وقرنفلفل حايمي. فرمتهم في الكبة. وعندي عدين من البقدونس. فرمتهم برضو في الكبة. وهحط عليها كمان ملح وفلفل اسود. ودي كده رشة من بغارات اللحمة. هحط كمان رشة من القرفة بتدي اللحمة ناكها تحفة جدا. وحضيف كمان يعني بشرة كده مش كتيرة من جسط طيب. لو بتحب تضيف فيه في الاكل بمقداره بسيط قوي قوي حاجة لا تذكر يعني. آآ تمام. ممكن تستغني عنه خالص ما فيش مشكلة. هنزل كمان آآ مع علاقة صغيرة من البابريكا. لو بتستخدمي نص كيلو لحمة هتنصاصي كل المعادير اللي انا قلتها دي. انا حابدأ دلوقتي ان انا اعجن كويس جدا. لازم خليط اللحمة ده يكون لازق كل في بعضه ومتشابك كده بالشكل ده. ما يكونش كل جزء مفرفط عن عن الجزء اللي جنبه يعني. ما تكونش اللحم مفرفطة من بعض. انا عايزها عجينة متماسكة جدا. وكمان مشبسة كده في بعض. خلاص عجنتها تماما. نجيب العجينة بتاعتنا اللي خمرت بالشكل ده. بصوا. بس طبعا خمرانة جدا. ما شاء الله. هاخدها على رخامة واطلع منها الهواء. في حد كتب لي في التعليقات يا عفاف انت ليه بتطلعي الهواء ما احنا بنخمرها ليه? لأ احنا مش بنخمرها عشان نعملها ونشتغل بها زي ما هي. احنا بنخمرها علشان العجين الارتاح. يبقى سهل معاك في الفرد. يطلع من جوة بعد التسوية هش. انما احنا بنخرج الهواء منها ونبدأ نقطعها ونسيبها تخمر لتاني مرة بعد التقطيع. علشان تبقى سهلها في الفرد. انا كده سبتها ربع ساعة كمان بعد ما قرزتها او شكلتها كده. الميدارة ده انا عملتوا ده هيعمل معي رغيفين كبار اللي هو يعني يعني بنالعيش بلحمة. ورغيفين تانيين صغيرين اللي هو الوسط. لأ مش الوسط الصغير. بصوا بقى. انا جبت اول جزء عندي او اول قطعة من العجين حطيتها على رخامة مدهونة بالزيت. وبليت ايه دي بس زيت? وبديت ان انا افرد العجينة. فردت اول قرص. وش بعدين شلته على جنب. وبعدين جبت تاني قرص فردته برضو. وبعدين هزع اللحمة المفرومة بتاعتي عليه بالشكل ده. طبعا عايزين العجينة يبقى صمكة رفية. اللحمة كمان صمكة رفية ما يكونش صمكة سميك. يعني ما سميكة تبقى زي البرجر مسلا لا. احنا عايزينها رفية. هو العجين رفية. كل الطباط بتاعتنا تبقى رفية. فانا كده فردت العجينة بصمكة تقريبا اقل من واحد سنتي شوية كمان. وبعدين غطيتها بالعجينة التانية. وبدأت ان انا اشبك الاطراف مع بعض. واقص الزيادة. هنشيل الزيادة. بالشكل ده كده. باي ادى عندك او بالسكينة ما فيش مشكلة او تقفليها بصوابك ما برضو عايزي. وبعدين حبدأ بقى ان انا اخلي رغيف العجب لحمة ده مفروض اكتر من كده كمان. حبدأ بقى اضغط عليه وافرت بايدي. لحد لما اخلي حجمه يكبر كمان ويزيد اكتر من الشكل شايفينه ده. كل ما ترققي وتفريدي العجينة بتاعك صراحة كل ما بقى يعني العجينة هشة جدا ومزبوطة. وما يكونش ملكوم كده ولا مكتوم ولا الاطراف بتاعته تخينة وما تتكلش وتترمي زي ما انتم عارفين. فاحنا عايزين الاطراف بصوا الاطراف رفيعة ازاي? حبدأ دلوقتي اشيله من على الرخامة. يبقى انا حفرد رغيف العشب لحمة بتاعي. لحد خلاص ما اتأكد ان ما فوش كلكيع ولا حتة عجين ادخن من مكان تاني. هحطها في صناية عندي مدهونة بالزيت. وبعدين احط رغيف العشب لحمة بتاعي كده. وبعدين هجيب بقى عندي جسامنة او زبدة اللي رياحك لو سامنة فلاحي تمام. او زبدة وندهن الوش بتاعه كده. وبعدين عايزة تسيبيه كده. تمام هيطلع معيكي طحفة. عايزة تحطي عليه حبة البركة وسيمسم برضو هيبقى طحفتين يعني. انا دهنته كده بالزبدة وبعدين حرش عليه رشة حبة البركة ورشة سيمسم. وخلاص كده بقى جاهزة عندي اندخلوا الفرن. هدخلوا الفرن على درجة حرارة متين. مش هشغل من تحت خالص في الاول. انا هشغل الشواية الاول. لحد ما ياخد لون مزبوط. اخط في الشواية واشغل من تحت. دي اكتر طريقة نجحت معي في تسوية العيش بلحمة. بيطلع يجنن. زي ما حتشوفوا طبعا النتيجة في الاخر تحفة. يبقى حنشغل الفرن نسخنه الاول من تحت عايدي. وبعدين نسخنه مسلا عشر دقايق. وبعدين نطفي من تحت. قبل ما ندخل العيش بلحمة بتاعنا نشغل الشواية لحد ما يتحمر من الوش. وبعدين نطفي الشواية ونشغل من تحت بقى عايدي. دخلت اول واحد الفرن وده كده تاني واحد. عملت بنفس الطريقة برضو. عملت آآ يعني طبقتين من العجين حاطت بينهم لحمة مفرومة. وبعدين حبدأ اقفل من الحروف كده واقطع الجوانب الزيادة. واقفرد تاني الرغيف بتاعي بعد ما اقطعه. افرده بقى تاني كده عشان خاطر اكبر حجمه واخليه آآ رفيع. وبعدين هحط على وشه جبنة متزرلة بعد ما احطه في الصينية. وهحط كده زي ما انتم شايفين زتون طماطم وفلفل آآ بالشكل ده كده. هدخلها برضو على فرن ساخن تحت الشواية الاول لحد ما تجدنا تسيح والوص يتحمر تماما. وبعدين اشغل عليها من تحت. تقريبا اخد عشور دقايق لربع ساعة. ده كده كان الشكل. عايزاكم بيتركزوا جدا في قوام العجينة. بصوا المنظر. انا انا اللي غطيتها ولا اي حاجة. انا طلعتها من الفرن على طول. على آآ عليكم يعني. انتم دلوقتي بتشوفوها يا لسه خارجة من الفرن. بصوا الجمال. مش محتاجة لا تضغطها ولا محتاجة اي حاجة خالص. وطرية جدا جدا. اللون بتاعها مزبوط. مستوية من تحت تماما ومن فوق. مزبوطة قوي. بصوا العجينة اصلا طرية ازاي? بينا جدا. حواريكم دلوقتي وانا بتنيها قدامكم عشان تتأكدوا ان العجينة اللي بتحطي عليها زبادي بتطلع نينجا يعني. طحفة. بصوا الجمال. احلى رغيف عيش بلحمة في الدنيا. تخيلوا انت لو حتشتروا رغيف قد ده كده من برا. بالجمال دوت. حشوة لحمة مفرومة مظبوطة جدا. وفيش ولا مكان فاضي في العيش خالص. عندي كمان جبنة متزرلة كتير على الوش. حاجة كده تحفى بكد. اتمنى فانتوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم وتعجب مولادكم جدا. تعالوا بقى واريكم اللي احنا عملناها الاوليني. والكمية اللي انا عملتها دي عملت الرغيف الكبير ده. اللي هو بالسمسم وحبة البركة. رغيف تاني كمان اللي هو وشي بيتزا. وعملت كمان تلات ارغيفة من الصغيرين. ده كده شكلها. بصوا العجينة قد ايه طرية. بصوا اللحمة وفيعة ازاي. بصوا كمان العجينة مش سميكة خالص. والاطراب بتاعتنا مش سميكة خالص برضو. طرية جدا. والتكلت كلها الحمد لله. ما ترمش منه اي حاجة خالص. بلا. الاحرف بتاعتنا بقى فاضية وسميكة كده وما تتكلش. خالص. حاجة كده مخدومة وبيتي. جربين شاء الله في بيتك. هيجيبك جدا. عايز اقول لكم ان المقدير مفيهاش حاجة صعبة. وكمان ولا الطريقة فيها حاجة صعبة برضو. فرنك شغال. عجينك. عجينك خمرون. واحلى. عيش بلحمة. تعمليه في الدنيا بجد بجد. اجمل. عيش بلحمة. انا اكلته في حياتي. اجمل بكتير اوين اللي برا. حاجة كده مخدومة جدا زي ما انتم شايفين. اتمنى تجربوه. ومش بس طبعا منجهز البيت لاستقبال رمضان. بنعمل تجديدات وتغييرات. لأ كمان مش هننسى المطبخ في تجهزات رمضان. هنعمل النهاردة اكتر حاجة تتفق عليها ستات في كل الدنيا. يعني مش كل ستات بتتفق عالتفريزات. في ناس تحب التفريزات وناس لأ. في ناس بتدايق منها وتقول الاكل بيطلع مغير وحاجات كتير وتفاصيل كتير. لكن صلصة الطماطم يا من الحاجات اللي كل ستات بتستخدمها. كل ستات بتنجزها جدا في المطبخ صلصة لما بتكون عندها صلصة جهزة. آآ يعني بيتي معمولة في البيت ومتفرزة في الفريزر. علشان كده هنفرج النهاردة مع بعض صلصة الطماطم لرمضان الفين اتنين وعشرين. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. انا جبت هنا بداية كده آآ سبعة كيلو من الطماطم وقلت ان انا واحدة واحدة علشان ما عاعد مالش كمية كبيرة. في الوقت ان انا مشغولة زي ما انتم شفتو كده طبعا البيت عامل ازاي. فما فيش وقت ان انا عاعدة عامل حاجات بكميات كبيرة. فانا قلت سبعة كيلو ممكن نجيب بعدها كمية كمان. انا غسلتها كويس اوي شلت الجزء اللي موجود تحت وقطعتها كده انصف. حاطتها في حلة من غير مية خالص. هضيف عليها بصوا شريحة كده من البنجر. عايز اقول لكم ان السنة اللي فاتت كنت مفرزة طماطم حطة بنجرية كاملة. الطماطم طلعت حلوة جدا وتحفى وكل حاجة ولكن آآ كانت لونها متغير. لونها يعني كان لونها احمر جدا لدرجة ان انت تحس انها بفعلا محطوط عليها حاجة. انما النهاردة او المرة دي آآ طلعت الحمد لله رب العالمين اللهم مبارك زي ما حتشوفوها دلوقتي تحفى. اللي هو لون وكمان طبيعية جدا فيهاش اي حاجة. وده الهدف ان احنا بنحط بنجر عشان نخلي اللون طبيعي ما يبقاش في حاجة وكمان هو طبعا فيه قيمة غزائية عالية جدا. دلوقتي انا سبت الطماطم بقى تتسبك على النار آآ عالية الاول لمدة نص ساعة وبعدين هاتيت عليها شوية. لحد لما ما بتاعتها انا شفت خلص وتسبكت واستوت خالص. بعد كده حضرابها في الخلاط زي ما حتشوفو دلوقتي ولكن دلوقتي بجهز البصل اللي انا حاعمله على الطماطم. انت هتعمل لي اه عفافة انا مش هفرزها كده صلصة بس او آآ مضروبة يعني في الخلاط وهي تقيلة وبس لأ انا هجهزة كمان بالبصل. دي من الحاجات اللي بتخليني اطلع العلبة على الحلة على طول. وعليها بقى كيس الخضار ايا كان نوعه. فمن الحاجات المنجزة جدا بتخليني اخلص الغداء كله ما اكملش ربع ساعة. في التجهيز يعني. انا جبت الحلة هنا وحطيت فيها آآ شوية زيت كويسين كده. ويدربت اربع بصلات كبار. هنزل بيهم على الزيت. هشوحهم وقليهم كويس. حط فلفل اسود راشة ملح. وحسيب البصل بقى يتشوح كده في الزيت يعني لحد ما يدبل. هتشوفوا شكله دلوقتي. وهروح بسرعة بسرعة اضرب الطماطم في الخلاط. طبعا الطماطم اللهم بايرك تقيلة جدا. اللونها احمر ما شاء الله. وكمان المية اللي فيها كلها تبخرت. وبتتفرد بقى من غير مية. يعني انتي اساسا بتفرميها كده بتكون فيها سوس شوية كده فما بتحتاجيش ان انتي تضيفي مية خالص. فبتتسبك اسرع على النار ما بتاخدش منك ولا وقت خالص ولا اي حاجة آآ مجهود يعني. بص الطماطم تقيلة ازاي? انا قليت البصل كده كده لونه تمام. مش عايزين يعني نحرقه ولا نخليه فاتح قوي. كده تمام. هنزل عليها بقى الطماطم اللي ننظر الطاقة في الخلاط. وادي الكمية كلها بدربها في الخلاط وبضيفها على طول في الحل على النار. دي كده الكمية بتاع الطماطم بتاعتي كلها. هحطها على نار عالية في اول عشر دقايق او ربع ساعة. وبعد كده او متبدي تغلي كده وتبقى غلوة قوية يعني. ههدي بقى النار عليها شوية وسبها تتسبك على مهلها. بعد مرور تقريبا ساعة. ده بقى شكلها. بصوا كده تقريبا خلاص انا مش محتاجة اكتر من كده. بقيت سيئلة جدا. عايز اقولك ان الطريقة ديت لما بتعملي الطماطم بالشكل ده على النار في الاول بتخليك ما تضطرش تصفي الطماطم خالص. لا بتحسي لا بالبزر ولا بالقشر. يعني ما بتبقاش موجودة خالص في الطريقة دي بتحسي ان الطماطم كده صافية وما فيهاش اي حاجة ولا بزر ولا اشر يعني. هغطيها واسبها تبرد تماما. طيب نيجي بقى للتفريز او ازاي نحطها او نخزنها في الفريزر برحتك. عندك اكياس تاعة ايكاية ماشي. اكياس اللبن العادية بتاعة التلاجة ماشي. عندك علاب طابر وير ماشي. دي علاب خاصة بالتفريز. دي علاب فريزر مارينة كده شوية بنحطها في الفريزر. هنحط السلسة دي بالسنة مش هيجرى لها اي حاجة خالص. وتفضل معيك بلونها وشكلها كده في التلاجة في الفريزر يعني. حد اوزع انا بوزع على قد الطبخة بتاعتي. يعني احنا مسلا قسرة اربع افراد بحتاج السلسة للطبيق على قد العلبة دي بس. فبخرج السلسة من العلبة على قد الحلة. واحط بقى الكيس البسلة البامية ايا كان. او للمحشي مسلا بتبقى خلاص جاهزة عندي. وافضل حاجة بحبها قوي ان انا ما يكون بعملها بالبصل بحس بقى كده ان انا فعلا اختصرت الوقت والمجهود جدا. مش بس عندي تماطم وانا هعمل لها بصل. لا دي كمان معمول لها بصل وكمان جاهزة على كل حاجة. هحط بقى العلب عندي في الفريزر. وكل سنة في نفس التوقيت بعرف ايمي تدي فريزر واقول اللهم بارك تدي فريزر ده حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي ان شاء الله بإذن الله انا نويا ان انا اشتريه لانه بيوفر المساحة قوي يعني الفريزر صغير.